كما دلت لي تقرير؟ تبكي مك قبل ما تبكي مع أنا في حادثة مؤسفة بولاية الصيف الجزائرية حيث أقدم تلميذ داخل متوسطة بعين أزال بطعن أستاذة رياضيات الأستاذة التي تدرس مادة الرياضيات بمتوسطة عين أزال أحمد قدوج حيث تلقت طعنة على مستوى الكتف نقلت على جناح السرعة إلى مستشفى بعين أزال وحالتها مستقرة لحد الساعة حيث تعرضت الأستاذة ألف بن عين إلى طعنة خنجر من طرف تلميذ يدرس في قسم السنة الثالثة متوسط بمتوسطة أحمد قدوج بصطيف من جهتها تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على التلميذ الذي كان في حالة فرار وإقتياده للتحقيق معه إلى متى تستمر هذه الحوادث يا أيها الآباء رب أبناءكم فأنتم المثل لهم وأنتم من تستطيعون ردعهم إخواني في الله أحتاج عشر ثوان فقط من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشر مرات الآن قد فزت بثواب لا أريد إعجاب ولا اشتراك أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد أمنيته أن يكون فرنسيا وأن تبقى الجزائر تابعة لفرنسا ليس هذا فقط بل أراد أن يكون كاثوليكيا أكثر من البابا نفسه الشيء الذي جعل الجزائر تتأخر في نيل استقلالها لمدة قرن وثلاثين سنة هو كثرة الخائنين والحركة الذين لم يكتفوا بالخيانة والعمل لصالح فرنسا فقط بل أنهم قاموا بعمليات تعذيب واسعة في حق أبناء وطنهم بعد صدور إعلان ثورة أول نوفمبر وقف أغلب الباشاوات ضدها وإنحازوا للعمل مع العدو على العمل مع إخوانهم ضرب زلزال عنيف أفغانستان وخلفها بين ليلة وضحاها إلى مدينة أشباح وترك ألفين وخمسمائة قتيل إثر وقوع زلزالين بقوة ستة فاصل ثلاثة درجة على مقياس ريختر ضربا مدينة هراتيوم السبت الماضي كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين وتم تدمير أربعمائة وخمسة وستين منزلا وتضرر مائة وخمسة وثلاثين منزلا آخر جراء الزلزال الذي يعد واحدا من أعنف الزلازل في يوم حزين على الجزائريين توفي شرطي جزائري أثناء تأدية مهامه الشريفة إثر اعتداء جبان حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الجمعة عن مقتل شرطي أثناء تأدية مهامه في ولاية الوادي وأوضح الأمن الوطني أن الفقيد كان في مهمة تفتيش بإذن قضاء لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية وأعربت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها عن عميق حسرتها في فقدان محافظ الشرطة قاسمية محمد الصغير التابع لفرقة البحث والتدخل